السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسنا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد الكثير يسأل كيف أحفظ المفردات والكلمات باللغة الإنجليزية كما نعلم من أساسيات تعلم أي لغة في العالم هو أن تبدأ بحفظ كلمات أو مفردات مثلا نحن نتعلم اللغة الإنجليزية أردت أن تسافر إلى مكان ما فقد تسأل عن مثلا بانك إذن المصرف أو البانك ريستورانت إذن مطعم في كلمة واحدة باثروم إذن حمام خلص المقابلة كيف يفهم أنه ماذا تريد مثلا تقول هانجري إذن جاء مثلا عندنا فاست سريع سلو بطيء وهكذا إذن أتعلم مفردات من خلال التقليد أسمع شخص يتكلم أو ينطل كلمة فلانية خلاص أسمعه وأقلده أقلد هذا الشخص بعد هذه الفقرة راح نتعلم كيف أتعلم الكلمات حيث أنه لا تنسى لدي يجب أن أتعلم مفردات أستخدمها من خلال حياتي اليومية وفي حياتي الواقعية لأنه دائما من أفضل كلمات التي تعلمها الكلمات التي أستخدمها كلمات لا أستخدمها لماذا أتعلمها؟ إذا رأت أن أقوي نفسي وأطور نفسي في مجال دراسة أو مجال معين أو مجال عملي إذن أطور كلماتي لكن كمبتدى أتعلم الكلمات التي أحتاجها في حياتي كما قلنا اليومية أيضا ممكن أتعلم كلمات عن طريق الإلعاب الإلعاب الفيديو فيديو جيمز دائما نلاحظ الشخص الذي يلعب ألعاب طبعا لا أشجع على أنه لازم تلعب ألعاب لكن أحدى الطرق أيضا تعلم المفردات عن طريق الإلعاب لهم دائما يذكرون كلمات معينة بالتالي باللا شعور يتعلم مفردات باللغة الإنجليزية دون أن يدري أيضا ممكن يتعلم مفردات عن طريق سمع الأغاني مثلا كما قلت لا أشجع على الأغاني لكن أيضا في شخص يحب هذه الطريقة في التعلم يتعلم مفردات جديدة إذن أبدأ بتعلم كلمة واحدة أيضا ممكن كلمتين كلمات مركبة ممكن يتعلم عبارة إذن أهم شيء الاستمرارية والمتابعة أيضا أحاول بشكل يومي أحفظ عشر كلمات إذا حفظت عشر كلمات بشكل يومي يعني شهريا ثلاثمائة كلمة لنعدنا الشهر ثلاثين يوم إذن عشر وثلاثين إذن ثلاثمائة لو حفظت خمسة وعشرين كلمة إذن بيكون لدي سبعمائة وخمسين كلمة لو حفظت يوميا خمسة وعشرين كلمة لاحظ خلال سنة عدنا اثناء الشهر بيكون عدنا سبعمائة وخمسين يعني سبعتالاف وخمسمية زاد الفين وخمسمية بيكون عدنا التوتل كامل عشر تالاف كلمة إذن خلال السنة بيكون عندي عشر تالاف كلمة كم هائل وكبير من المفردات بالتالي أستطيع أن أتحدث اللغة بكل طلاقة بكل سلاسة بدون أي مشاكل لدي عشر تالاف كلمة إذن لو كان عندي عشرين كلمة شهريا ستوائة كلمة بالتالي يكون عندي رصيد من الكلمات إذن حفظ الكلمات من الأساسيات في اللغة الإنجليزية ويجب أن أكتب هذه الكلمات في دفتر مخصص وكل فترة كل نهاية أسبوع أراجع هذه الكلمات أيضا أحاول أن أحفظ جملة أو جملتين بشكل يومي وأكتبهم وتدرب عليهم كيف أتعلم المفردات أكتب الكلمة عشر مرات وأكررها أثناء ما أكتب أنطق الكلمة مثلا عندنا كلمة كار أكتبها على الحاضر كار 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 إذن ألفظ وأنا أكتب ألفظ أول خمس مرات الخمس مرات الأخرى أغطي هذه الكلمات أكتب على الغيب كار 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 إذن بهذه الحالة مرنت أيدي مرنت أذني مرنت لساني بالتالي صار عدي بشكل بصري وبشكل سماعي كما نعرف البشر ممكن يكون سماعي يحب يسمع أو يكون بصري إذن يشوف الشيء أو يكون سماعي بصري يحب يشوف الشيء ويسمعه إذن بالتالي اتمرن وأكتب دائما الكتابة أفضل شيء الشيء الآخر يجب أن أدونها في دفتر خلص حفظت الكلمة هذه أدونها في دفتر كما قلنا في نهاية الأسبوع أرجع أكرر هذه الكلمات ومن الأفضل أن أضع هذه الكلمات في جمل وأستخدمها في مواقف ممكن أتكلم عن فلان أو شخص فلان أتكلم عن أحد من عائلتي من أقارب وهكذا دائما الكلمة إذا أربطها بشخص بيكون مستحيل أنساها مثلا هو لديه سيارة حمراء اللاحظ أحفظت جملة هذه ربطتها بشخص ممكن يكون قريب لي أو معرفة وهكذا إذا دائما الكلمات التي أربطها بموقف معين أو بشخص معين من الصعب أن أنساها مثلا هو رجل طويل أنا مخيلتي فلان أو فلان من الناس إذن خلاص حفظت كلمة طول إذن طويل وأقصد بي شخص معين إذن دائما كما قلنا ربط الكلمات بأشخاص أو مواقف معينة تساعدني على تركيز المعلومة دائما التكرار تكرار الكلمات ممكن شخص يقول أنا أحفظ كلمات لكن أنساها ممكن تنسأل أنه ما تتابع ما تستمر لكن مجرد أن أحفظك كلمات عند المراجعة بتتذكرها بشكل سريع أو عند الموقف أو عندما يطلب منك أن تستخدم هذه الكلمة أيضا عندما أحفظ كلمات الكلمات باللغة الإنجليزية الأحرف والأصوات قريبا من بعض إذن كما قلنا مع الممارسة والتدريب والتمرن بيكون عندي سهل مثل عندنا الكلمات هذه كلها منتهية تي آي و إن نحن نسميها سوفيكس إذن النهاية لاحظ بس أول حرفين أك شين مو شين أب شين لاحظ ني شين ستي شين إذن بيكون عندي سهل خلاص من أسمع كلمة شين بشرة أكتب تي آي و إن إذن يكون عندي سهل أيضا مثلا الكلمات هذه منتهية تي آي و إي كل الإنجليزية نفس الطريقة عندنا اللي حاب كما قلنا كلمة سوفيكس أو سوفيكس اللاحقات دروس كثيرة أربع فيدوات أو خمس فيدوات تكلمت عن سوفيكس أيضا بتسهل علي حفظ الكلمات مثلا عندنا أترك تيف بزيتيف نيغاتيف اللاحظ تي آي و إي تي آي و إي إذن يصير سهل بس عبارة أول جزء بحفظه أيضا لاحظ الكلمات هذه المتاهية آر مثلا عندنا فار كار جار يصير عدي سهل الكتاب أيضا بالتالي يعرف أنطق الكلمات مثلا عندنا لايك لاحظين درايف وايف إذن كلهاتها آي و بالأخير يكون عندنا إي إذن سهل مثلا عندنا كيم لاحظ أم إي فيم أيضا أم إي بليم أيضا أم إي إذن كلمات الإنجليزية متشابهة أثناء النطق وأثناء الكتاب بس يختلف أول حرف أو حرفين لكن النهاية سوفكسز كما قلنا اللي حب يرجع عليها موجودة على القناة دروس مفصلة بشكل مفصل سهل عليها حفظ الكلمات باللغة الإنجليزية إذن لا أحتار أن أحفظ الكلمات ورد أنساها ممكن تحفظها لكن عندما تريدها تسترجع هذه الكلمات بسهولة إذن من الأساسيات تعلم اللغة الإنجليزية كما قلنا تعلم مفردات أيضا عندما أحفظ الكلمات أحاول أحفظ الكلمة وأجزاء الكلام منها مثلا باللغة العربية مثلا يلعب لاعب ملعب لاعبين وهكذا لاحظ نفس الكلمة اشتقينا أكثر من كلمة أخرى بتسهل علي الحفظ مثلا عندنا يدرس دارس مدرسة درسة إذن نفس الكلمة أحاول أن أحفظ أجزاءها أجزاء الكلام منها مثلا عندنا بالإنجليزي بيوت بيوت معاته جميل أو جمال يجي منها بيوتي بس حطيت شو واي ضفت للكلمة واي أنا حفظ طول الكلمة الباقي بصير سهل عندي عبارة أضيف لاحقات عدنا بيوتي فاي سويت قلبت الواي إلى آي وضفت إف واي إذن الجزء الأول نفسه بس أتعبيه الجزء الأول بيوت بيوتي بعدين حذفت الواي وضفت آي بيوتي فاي إذن يجمل صارت فعل بيوتي إذن جمال أيضا بيوتي لاحظ بعد الـ فحطيت يو إذن صارت بيوتي إذن جميل نفس كلمة بيوتفل فقط ضفت لها الواي أصبحت بيوتفلي إذن بشكل جميل أيضا عدنا بيوتي إذن أيضا جميل بيوتيشن إذن كوافير أو الشخص الذي يعمل في مجال التجميل إذن لاحظ فقط أول جزء الباقي بس ضفنا نهايات معينة أو لاحقات معينة في اللغة الإنجليزية كما قلنا اللحب يرجع لها اللحقات بتسهل عليه كثيرا تعلم المفردات باللغة الإنجليزية إذن لاحظ من نفس الجذر هذا وضعنا كم كلمة 1 2 3 4 5 6 7 إذن سبع كلمات لاحظين إذن حفظت سبع كلمات بشكل سهل فقد تطلب مني أحفظ الجزء الأول الباقي كما قلنا فقط نضيف لاحقات إذن لاحظ beauty beautify beautiful beautifully beautious beautician إذن بهذه الطريقة هايا أحفظ الكلمات باللغة الإنجليزية بيكون في مخيلتي نظام معين أمشي عليه بيسهل علي الحفظ أيضا أتعلم الكلمة وعكسها black white small big far near fast slow إذن أتعلم الكلمة وعكسها بيسهل علي الكثير في الحفظ أيضا أحفظ كلمة والمرادف إلها مثل عندنا كلمة beautiful lovely نفس المعنى angry mad إذن غاضب أيضا غاضب answer reply connect join إذن أحفظ الكلمة والمرادف لها أيضا أحاول أتعلم المفردات من خلال تعريف هذه الكلمة definition للكلمة مثل عندنا كلمة health أحفظ لغة الإنجليزية the state of being free from illness يعني الحال التي تكون بها بدون أمراض free يعني خالي من الأمراض إذن دائما أحفظ الكلمة والتعريف تعريفها باللغة الإنجليزية إذن health the state of being free from illness إذن بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تعلمنا فيه كيفية حفظ المفردات والكلمات باللغة الإنجليزية بالتالي سأل عندي رصيد كبير من المفردات أستطيع أن أربطها معا لتشكيل جملة في اللغة الإنجليزية لأتكلم أو أتحدث من خلال القواعد إذن القواعد هي التي تربط هذه الكلمات بشكل صحيح وتطور من لغتي الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر